نعم يعني في من القسم الثاني من السؤال نبدأ الجديد بأن قافلة إنسانية للصليب الأحمر اللبناني بمرافقة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية استطاعت أن تخلي جثمين وجرحة من محيط كفرشوبة للمرة الثانية يعني بالأمس ليلا كان هناك إخلاء أيضا لجثمين وجرحة واليوم أيضا تم إخلاء جثمين وجرحة الجبهة منذ الصباح هادئة ولكن الآن يعني المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة شتولة طبعا هذا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سوف ندقق هذا الأمر من مصادرنا في لبنان لأنه مثلا بالأمس تم الحديث عن إطلاق صواريخ باتجاه العباد ورويسات العلم بينما المقاومة الإسلامية تبنت إطلاق صواريخ فقط باتجاه موقع واحد وهو موقع المرج العسكري وبالتالي دائما ما يعلن الإسرائيلي عن شيء ولا تؤكد هذه المعلومة من قبل المقاومة هنا في لبنان إذن التطورات على الجبهة هي تخطي أو الوصول إلى مرحلة جديدة من المواجهة بداية العدو الإسرائيلي أدخل سلاح المسيرات بشكل ملفت بالأمس كان هناك خمس غارات كذلك أدخل الطيران الحربي الذي شن بالأمس أيضا ثلاثة غارات غارات الطيران الحربي كانت على مناطق مفتوحة بالقرب من عيترون والوزاني وكفر كلا أما غارات المسيرات فعادة ما يقول الجيش الاحتلال بأنها تستهدف خلايا وتستهدف مقاومين يستعدون لإطلاق الصواريخ ولاستهداف القوات الإسرائيلية هذا التطور اللافت الذي بدأ مع أعلان الجيش الإسرائيلي ببدئه بالضربات الاستباقية بمعنى بأن الطائرات من دون طيار التي لا تفارق سماء المنطقة بمجرد أن تشتبه بأحد تقوم باستهدافه وهذا أدى إلى إصابة مدنيين عدة أخرهم مدني من بلدة بنت جبيل وبالتالي هذا الإجراء الإسرائيلي والذي يعتبر إجراء متطرف ويدخل المنطقة في معركة مكتملة الأركان بالتالي لم يعد الجيش الإسرائيلي ينتظر عملية للرد عليها بل هو في بعض الأحيان يبادل للاعتداء على الأراضي اللبنانية بهذا المجال تؤكد المقاومة وتؤكد المعلومات لدينا من أن المقاومة لن تسكت على هذه الاعتداءات وسوف يكون هناك رد واضح ولكن واضح بأن صمت المقاومة منذ الأمس إلى اليوم يعني هناك هدوء لا أعرف إذا هذا الهدوء كان هدوء ما قبل العاصفة لا أريد أن أحلل ولكن أؤكد بأن من جانب المقاومة الضربات خفت كنا نشهد في الأيام ما قبل الماضية 15 موقع تتعرض للاستهداف خمسة مواقع ستة مواقع سبعة مواقع منذ بداية عملية طفان الأقصى بالأمس واليوم هدأت الأمور قليلا من جانب المقاومة هذا يقرأه لإسرائيلي جيدا وترجم بإجراءات عسكرية في المواقع العسكرية المحاذية للحدود عبر الاختباء خلف الدوشم عدم إظهار الجنود نهائيا دبابات المركافة التي كنا نرصدها لم تعد تظهر نهائيا خوفا من استهداف فيما يتعلق باستخدام المسيرات واضح بأنه كان هناك ازدياد في استخدام المسيرات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية هل هذا يشير إلى أن عملية فق الأعين التي تقوم بها المقاومة على الحدود مع فلسطين المحتلة من استهداف لكاميرات المراقبة وأيضا أجهزة التجسس وما إلى ذلك قد نجحت وأعطت ثمارها كما يقال نعم بالتأكيد بالتأكيد الاستهدافات التي حصلت في الأيام الماضية بالفعل شلت قدرة العدو على المراقبة كان عبر الكاميرات أو عبر أجهزة التنصت والجمع الحربي كل هذه الأسلحة التقنية التي كان يفتخر بها العدو الإسرائيلي على الحدود مع لبنان وتريح طائرات المسيرة التي باتت لا تفارق السماء لأن بالفعل إسرائيل على الحدود باتت مع مية لا يوجد لها نقاط معينة تستطيع الرؤية مئة بالمئة وبالتالي هذا يؤدي إلى الاعتماد على سلاح المسيرات أو على المسيرات للمراقبة ولكن استخدام المسيرات لإطلاق الصواريخ بمجرد الاشتباه بأشخاص يطلقون بصدد إطلاق الصواريخ هذا بحد ذاته تطور عند الجيش الإسرائيلي وهذا رفع التكتيكات العسكرية لدى المقاومة إلى مرحلة أخرى كنا نتحدث في السابق عن مراحل حددتها القيادة السياسية وتحدثت عنها نائب الأمير العام الشيخ نعيم قاسم بأنه الآن هنا هذه هي المرحلة وربما يذهب حزب الله إلى مراحل أقصى وإلى مراحل أكبر في المستقبل بحسب مجريات الحرب في غزة استخدام العدو الإسرائيلي أو قراره باستخدام صواريخ المسيرات لضرب ما يشتبه به في الأراضي اللبنانية هذا يعتبر تصعيد من قبل الإسرائيلي بشكل حتمي لسيما بأنه في بعض الأحيان يؤدي كما قلت لك إلى إصابة مدنيين في اليوم الماضي تم في الأمس أو أول من أمس قامت مسيرة باستهداف سيارة مدنية هذا أدى إلى إصابة تعائلة من العمال كانوا يتوجهون إلى الحقول للعمل كذلك لا يمكنني أن أنكر بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية هي ربما انتقاما من الجنوبيين الذين كانوا حتى أول من أمس يقومون بقطف الزيتون على الشريط الحدودي ولم يكن هناك أي تخوف من قبل الإسرائيليين ولكن اليوم بعدما تم إطلاق عنان سلاح المسيارات فإن هذا الأمر بشأنه أن يؤدي إلى تغيير التكتيكات العسكرية التي تتبعها المقاومة وكما قلت لك ملحم يعني ربما الهدوء الحذر الذي نشهده منذ الأمس حتى اليوم ونحن نراقب هذه الجبهة وننتظر ماذا ستفعل المقاومة في الخطوة المقبلة لا يمكن أن يكون تحضيرا لعمل أعتقد بأن الإسرائيل يقرأه جيدا ويعلمه جيدا وهذا ما يفسر بالإجراءات العسكرية إن كان في المواقع وإن كان في السماء عبر استخدام المسيارة